بالمقابلة الثانية بحلقة اليوم ضيفتنا هي مصممة الرقص كارين أبي نادر وراح نستفيد من وجودها معنا اليوم لنطرح عليها أسئلة أنا أكيدة أنه بتهمكن أهلا وسهلا فيك كارين أهلا فيك سبا بدي أسألك شو هي اللي ألهمك لدخول عالم تصميم الرقص هلا أنا من أنا صغيرة برقص يعني كان عمري سبع سنين لليوم عم برقص وأكيد أطاعت بكتير عمليات وتعلمت بكتير مدارس وعملت شوز ورحت وجيت لو صلت لمحل قلت أنه خلاص It's time for me أنه to step out وبلش أنا على هيدا الطريق لحالي وصير أنا مسؤولة عن مايون بروجيكت صير أنا صميم الرقصات مش أنا كون الدانسر ورا الكوريوغرافر سو من هون هيك بلشت كوريوغراف فيديو كليبس شوز إيفنتس وودينج شوز وأكيد عالم الرأس يعني بشكل شامل فينا نقول عالم الرأس كتير كبير يعني أنا عم بجاري بفوت على كل الزوايا ومثل ما بيقولوا ومصيرتك كيف بلشت بهيدا الجمال يعني بهيدا الجمال وبهيدا القوة وهيدا الاندفاع بعالم الرأس من عمري كتير صغير أهلك اللي شجعوك أما أنت كان مبادرة فردية يلا أنا بدي وكانت تصميم شخصي منك هلا أكيد أهلي هني لسبب أنه بلشت هني حطونا بأول صف رأس لألي بس كمان عملت أنا كتير برسنل أفرت كتير سبرت كتير يعني عملت هاردور كتير كبير وما وقفت يعني هي المسابرة بتخليك توصلي عن جد لأنت وين بديك وحطيت جولز براس يعني أنا قلت بدي أوصل لهون أنا بدي سير هون أنا بدي أصميم لها الفنان بدي أصميم لها الشخص وعن جد يعني حمد الله عم بقدر أسلهم كلهم بالبداية كارين أنت بالموسم الرمضان السابق عملت تيزر لمسلسل ع أمل يلي ضرب كتير صح خبريني شوية عن هايدي التجربة اشتغلت التيزر طبع ع أمل واللعاية اللي كارين عم بحطوها قبل ما يباليش المسلسل اشتغلت مع المين كاريكترز اللي عم بيمسلوا فيها ماجي بوغسن وعمارشالة وبدي عبوشائرة كانت إكسبرينس كتير حلوة وأنا بحب من وقت لتاني أشتغل مع ناس منون دانسرز لأنه كل واحد بيعطيك إكسبرينس دفرنت يعني هنه ما حيعطوني يلي بيعطيني إياه البروفيشنال دانسر صح هيدا التشالنج كان لقالي أنه أنا أقدر مسل فكرة المسلسل بهيد الرقصة يلي شفتوها يعني لسات المسلسل كله برقصة فينا نعتبر هيك صح يعني العالم كانوا ناطرين يحضروا هات تيزر طي يعرفوا شو قصة المسلسل ومن ورها الرقصة صار كتير في عالم أنه آه هو بحبها وهي بتحبوها خنته ومن ورها الرقصة جربنا نحن نجسد قصة المسلسل وعملت بوم يعني طلعش كتير حلو بالفعل طلعت كتير حلوة هلأ بدأ أسألك عن المسلسل الثاني اللي هو عرابة بيروت قديش قريب من قلبك؟ قديش كان إله أهمية بالنسبة لإلك؟ عرابة بيروت هايلايت أف ماي وكس لأنه كان أول مرة بشتغل مسلسل مسلسل يعني هون عرض على 12 حلقة عرضوا عشاهد وكان مين للمسلسل بيزد على الرأس يعني هيدا أكيد حلم حيالة كوريوغرافين أنه ياخد هيك بروتجيك كان كتير حلو لأنه اشتغلنا مع الدانسرز واشتغلنا مع المسلين والمسلين يلي كان دورهم بالمسلسل أنه يكونوا دانسرز يكونوا ومن شوز على المسرح دانسين وانسينجين كان كتير حلوة وكتير عطتنا موتيفاشن وألهمتنا بمحل من المحلات كيف اختلفت هايدي التجربة عن الأعمال الثانية إذا فينا نقول قداش اختلفت كمان ليك كتير اختلفت لأنه هيدا شيء كان بروتجيكت هيوج بروتجيكت كتير كبيرة وكل شيء نحنا بنحب أنه يكون موجود عنا بهيك بروتجيكت من كوستيوم لاستيج لاإضاءة لأناس يعني جاي بس تعمل هيدا الشيء سو كان كتير حلو عن جد قسم بالنهاية مسلسل يعني وانعرض على التيفي كتير كان حلو يعني كل شيء كنت حابة أنك تجسدي فينا نقول صلع هون جسدنا سح جسدنا شو اللي دفعك لأفتتاح مدرست الرأس الخاصة فيك شو هو الدافع الأساسي لحد تعملي هيدا البزنس فينا نعتبره أنه كبير من عمر صغير اللي حضرتك بلشت منه هلأ مثل ما قلتلك لأنه أنا كتير شتغلت بالضمان الرأس اللي كتير زمان وشتغلت عن كل المدارس تقريبا الموجودة بلبنان وعلمت عندهم صلت لها محال أنه خلص صار وقتي أنه أنا فرجي العالم عن جد أنا شو عندي وأعمل المدرسة اللي أنا بحب كنت روح عليها يعني عطول كنت روح على المدارس وعاتشون أفكاري وقال لهم طب عملوا هيك عملوا هيك عملوا هيك عملوا هيك يعني أنت وزعت فينا نقولك أنهم وزعين جمعت كل شيء بلدك جمعتهم كلهم بمدرسة سحة وشو الأهداف بالمستقبل لكارين دي هيد المدرسة أهم هدف لا فتحة المدرسة أنه تطلع جيل جديد على الخطة يلي أنا مشيت علياتا أقدر وصلهم أسرع ما أنا وصلت لأنه أنا عوقتي ما كان عنا الطرق والما كانوا كتير إذا بديك أوبن مايندد مثل ما هلأ ساروا على الرأس سو أنا هدف أن أوسل هيدا الجيل الجديد بطريقة أسرع تيوصلوا للعالمية للليفل العالمية اللي منشوفه اللي منحضره نحن عا انستا وعا يوتيوب وعا فيسبوك سو بالنسبة لقالة لأ نحن فينا نوصل وقدرين نوصل وهي هدف من المدرسة بالدربة أعماري محددة كارين من عمر صغير يعني إذا عباله طفل صغير يبلش أم حدا كبير قرر يبلش على ثلاثين مثلا خمسة وثلاثين أربعين قررت صبية أو رجال يبلشوا رأس بتمرن بهك أعمار؟ نحن الأعمار عندنا من ثلاث سنين وطلوع ما في ستوب للعمر يعني حتى ثيرتي فورتي الففتي اللي عباله كمان فيه جماعا عمر معين بس أكيد عندنا صفوف مثلا صفوف تينز صفوف أدولت صفوف كيدز كل واحد بفوت على الصف اللي بناسبه وشو أنواع الرأسي اللي بتأدميها؟ نحن كل شيء يعني من بلش من ستريت دانس إلى هيلز إلى كنتمبراري إلى ليريكل نوصل على اللاتن، سالسا، باتشاطا، بريك دانس، هيفوب كل شيء كل شيء يعني شاملة فيما نقول شاملة مش سبيسيفك كيف تتعامل مع عملية تصميم الرأسات؟ يعني كتير صعب الواحد يسمع غنية ويقرر كيف بدا تكون الرأسة بيكون عنده بعض نظر مثل ما بيقوله صح؟ بعض نظر بديك كرياتيفيتي أكيد بس أهم شيء أنه تشوف أنت مع مين الارتستي اللي عم تشتغلي معه؟ شو ستايل طبعه؟ شو الفايبس طبعه؟ هو حضن مثلا رومانسي كتير، هو حضن كتير أنرجاتيك، هو حضن سو أنت هون بيك تقربة ستيل الرأسة على السينجر أو على الغنية اللي عم تشتغلي عليها والفكرة اللي أنت بديك إيها لأنه هي الكوريوغرافي بيزد على فكرة فينا نعتبر أنه إلهامك بيكون يعني من الشخصية اللي قدامك؟ من الشخصية اللي قدامك أو من فكرة القصة أو فكرة الغنية أو الكلمات الغنية شو عم بيحكوه؟ بيزد عليها هيك بركب الكوريوغرافيس طبعه؟ يعني فينا نقول أنه أنت بتشغل كل شي فيك جسدياً وعقلياً وفكرياً؟ عن جد هو الرأس أكبر من ما العالم بيشوفه يعني هنا بيشوفه حدا عم بيرقص قدياً أنت بتشوف واحدة عم ترقص بس 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 أنه بهايندد في كتير في كتير أسبكت سنتطلع عليها من كرياتيفتي للقصة اللي عم نغش عليها للتعبير ليه عم تعملي هيك؟ يعني من ورا كل حركة فيه هدف مش منها حركة بس صح، بدي أسألي كارين شو من الصائح اللي بتحبت قدمية للأشخاص اللي حبين يبلشوا بالرأس وبعضهم يعني مستحيين ما أخدوا القرار أم ما في حق يعني ما في باله إنه في حدا يدربون ما في اللي بقلون هي إنه ما في عمر للرأس هيا لحدا عن جد عباله يرقص هلأ اليوم فيه يبلش قبل بكرة ولأنه هيدا إذا مني كفيتها تصير البروفيشنال دانسر هيدا اسكيب لإليك عن جد فشيت خلق بتنبسطة بالنهية عم تتعلم اسكيل يعني ما أنك رايحة تاكلت في الشغل إك رايحة تتعلم اسكيل حتى لو مشي بديك توصلي له بروفشنلي بس بالنهية رح تظهر من الصف ومعلم الشيء وهيدا شي كتير منيحلق إليك تكون عم تتعلم نيو هوبي شو بتشوفي مستقبل الرأس بالعالم العربي هل في مستقبل للرأس أما بيبقى محدود؟ لا أكيد في مستقبل للرأس وهلأ من سنتين لليوم العالم الرأس كتير تطور يعني عم بيعمل بومينج والناس من برا عم بتبالش تشوف وتقدر الدانسرز وعم بتشوف إنه نحنا منعطي أمل حتى إذا بديك نعطي أمل للبنان وأمل للبلد وأمل من وراء كل شي عم بيصير لأنه هيدا شي كتير حلو ونحنا كتير وقت منجسد رأساتنا والتعابير اللي منعملها ومنبعد شوية العالم عن الأصص البشعل عم تسير والمشاكل والحرب وهيك سوى على الأكيد في مستقبل وإن شاء الله بس مهم بدنا ناس أنه تدعم هيدا الشيء الناس تدعم الفن أكتر صح بدأ شكرك كانن نورتينا مارسي إليك